أهلا بحضراتكم من جديد خلينا في البداية نتكلم على مباراة الأمس لنادي الأهلي أمام المصري مباراة كانت مهمة جدا جدا لاعتبارات كتير بخلاف المنافسة على بطولة الدوري اللي هي خلاص شبه حسمة لنادي الزمالك يعني بحكم الفارق ما بين الفرقيتين في عدد النقاط وبحكم كمان المتبقي من مباراة في بطولة الدوري فالزمالك قرب طبعا ده أمر يعني واضح للجميع لكن هي كانت مباراة مهمة جدا للأهلي في إطار استعادة الثقة وفي إطار الجانب المعنوي اللي كان مهمة قوي أن أنت تقدر تستعيده بشكل جيد عملنا شوط أول ممتاز ممتاز هجوميا وقدرنا أن نجيب ثلاث أهداف كلهم أحلى من بعض بصراحة الهدف الأول كان لصلاح محسن زي ما حضراتكم شايفين كده الهدف الثاني كان حلو أول طاهر محمد طاهر والهدف الثالث كان أحلى وأحلى من حسين الشحات أحد أبرز نجوم النادي الأهلي عمدار الفترة الأخيرة ولسه عن التكلم على الحسين لكن السؤال هنا السؤال هنا ليه الأهلي بيخش فيه أهداف وناس كتير سألت السؤال ده وهي بصراحة حاجة يعني تلفت النظر مش الأهلي اللي يخش فيه أهداف كتير لكن أبسط مبرر أبسط مبرر هو الإجهاد الزهني الناس دي لعبة بطولات ومباريات بعدد كبير قوي قوي فبالتالي أنت لما بتلعب أكتر من مباراة في الموسم بشكل فيه ضغوط وبشكل تنافسي في مختلف البطولات وإنت مطالب أنك تكسب كل البطولات وهي دي يعني ضربة التواجد في النادي الأهلي فطبيعي جدا جدا أنك تتأثر وأنك ما تبقاش في كمة تركيزك الزهن كهرباء طبعا جاب جول بردو مبارا جول مميز الهدف الرابع لنادي الأهلي وده كان بقى في الشوت الثاني من أسست الحسين الشحات فبالتالي الإجهاد الزهني كان واضح جدا للعبين وده اللي يخلي الفريق يستقبل بعض الأهداف لكن هي مرحلة كانت صعبة بالنسبة للأهلي وخلاص هي بتنتهي بحلوها بمرها مرها طبعا أنت خلاص بتقرر تخسر بطولة الدوري رغم أن كل شيء وارد في كرة القدم لو زمانك تعادل مباراةين المتبقيتين أمام الانتاج والبنك والأهلي فاز على الجونة وأسوان بقى الأهلي بطل الدوري لكن ده أمر حيكون صعب شوية لأنها فرصة لزمانك بتيجي كل فترة فأكيد نادي زمانك هيتمسك بيها بشكل كبير ففي كل الأحوال ده فيما يتعلق بمباراة مبارح لكن برضو بعض النقاط المهمة بالنسبة لنا فمبارح أول حاجة حسين الشحات واستمرار تقلقه وتوهجه على مدار الفترة اللي فاتت وهو ده حسين الشحات هو ده حسين الشحات اللي الأهلي يتعاقد معه لعيب مؤسر جدا وبيشيل الفرقة في أوقات صعبة عمل مبارح أكتر من هدف وجاب هدف فبالتالي بيتقلق جدا نتمنى استمراره على هذا المستوى لأنه يفرق معنا كتير قوي 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 يعني ده بالنسبة لحسين الشحات لكي أبشوف أهم لاعب في النادي الأهلي من وجهة نظري الشخصية المتوضعة جدا جدا هو عمر السلية أحد أهم لعيب النادي الأهلي مش أهم لعيب أحد أهم لعيب النادي الأهلي لعيب في نفس الملعب هو اللي بيقدر ينقلك الهجمة هو اللي بيقدر يلعب الكرات الطولية في توقيتها المناسب اللي تساعدك في أنك توصل للمرمة بشكل أسرع السلية لعيب كبير جدا جدا وفرق مع النادي الأهلي في المباراة وبيفرق مع النادي الأهلي لما بيغيب دي حقيقة فلازم نديله حق ما شاء الله عليه عمل برضو مباراة كبيرة وموسم مش الموسم ده بس كمان لا تلت مواسم بخلاف الموسم ده قبل كده كان بيقديهم بشكل كويس موسمين تلاتة يعني فبرضو عمر السلوية ممتاز الفرق كلها عملت مطش كويس لكن قلت التركيز ده بسبب الإيجاد الزهني فبالتالي بيبقى فيه غلطة بتاعة ضربة الجزاء بيبقى فيه غلطة بتاعة الباصة بتاعة ياسر اللي هي كانت غلطة مركبة بخصوص ضربة الجزاء وأيضا الهدف الأول في غلطة علي معلول مش غلطة هي وردة في الكرة أنه على واحد ممكن واحد يعدي أشكول تيلجون وده على اللي حصل لكنه برضو بيبقى فيه تركيز قليل شوية لكن في كل أحوال كل الفرقة عملت مباراة كبيرة علي معلول كان أحد أبرز النجوم وكالعادة بيصنع أهداف فأجابيات جيدة بالنسبة لأهل مباراة الأمن لكن سيباك بقى مطش مبارح سيباك مطش مبارح يعني مش حاجة جديدة أن الأهل بيكسوا عادي مش هي دي النقطة اللي نقف عنها اللي نقف عنده المهزلة التحكمية الوضحة مهزلة بمعنى الكلمة هي مهزلة أنا مش باتهم حد ومش بدخل في نواية حد ومش بشكك في حد بس أنا بحل المشهد زي أي واحد من المتابعين المحايدين جدا 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 والكلام اللي أنا هقوله يا جماعة دلوقتي ده مالوش أي علاقة إطلاقا بنادي الزمالك مالوش أي علاقة خالص بنادي الزمالك نادي الزمالك مش دعوة مالوش زنب في الموضوع نادي الزمالك فريق قرى بياخد الدوري ألف مبروك ليهم هي دي المنافسة بالمناسبة انت مش هتقدر فضلك تاخد كل البطولات ده الطبيعي في الكرة وفي الرياضة لكن احنا كأهلوية أو كنادي أهلي أو جمهوري نادي الأهلي احنا متعاودين كل البطولة بنحب ناخدها احنا ثقافتنا كده احنا بنحب فمنزعل قوي حاسين ان فيه حاجة غريبة فيه وضع غريب بالنسبة لنا ان احنا بطولة بنخسارها خصوصا في الفترة الأخيرة دي احنا ما شاء الله اخدين كل البطولات لكن كان هو أمر وارد حدوثه انك تخسر بطولة من الكم البطولات اللي انت بتشارك فيها فبالتالي اللي أنا هقوله ده مش بطلع مبرر لعن الجمهوري الأهلي مزدعلان اساسي جمهوري أهلي مقدر جدا جدا مجود اللعيبة والجهاز الفاني على مدار المراحل اللي فاتت كلها وعلى كم البطولات اللي جابوها وعارف كويس قوي ان اللعيبة دي رجالة وعارف كويس قوي ان الجهاز الفاني ده جهاز ممتاز ومحترم الارقام والبطولات هيا اللي بتقول كده والانجازات ده محدش يختلف عليه اللي هقولولك ده مش مبرر ها او مش دفاع عن اللعيبة والجهاز الفاني لا هم مش محتاجين دفاع بطولاتهم هي اللي بتدفع عنهم لكن في نفس الوقت في نفس الوقت مش معنى ان احنا ممكن كنا وحشين شوية طولت الدوري سنة مش في الطوب فورنا بتاعتنا ورغم كده نقدر ناخد البطولة وانه هي كانت بطولة سهلة بالنسبة لنا مش معنى كده وده احنا معترفين بيه ان احنا نخفل الاخطاء الكارثية للحكام ونخفل انه هي كانت مع الاهلي بس مع الاهلي بس السنة دي الاخطاء التحكمية مع الاهلي بس بشكل واضح اهو بشكل واضح محدش محايد عائل يقول غير كده وبرده تاني دي حاجة والزمالك حاجة تانية ملوش علاقة الزمالك الزمالك يقولش الحكام غلطه في مطشرة الاهلي هو ملوش دعوة هو واحد البطولة قربتهم النادي زمالك وجمهوره بنبارك لهم لو خدوا البطولة البطولة قربتهم فدي حاجة تحسب لهم دي حاجة بتاعتهم الف مليون مبروك لكن لازم احنا بخلاف اخطاءنا التي قد من الوارد انها قد حدست على مدار البطولة دي على مدار بطولة الدوري ان احنا لازم نتكلم على التحكم لان دي حاجة كانت ملموسة جدا ومش بنحاول ان احنا نجد مبرر اطلاقا اطلاقا بنحاول حتى نقول ما فيش اخطاء تحكم بس ما ينفعش يا جماعة ما ينفع لا فيه اخطاء كارثية مش اخطاء عادية اخطاء كارثية من حكام اخطاء خسارة الاهلي الدوري رغم ان هو ما كانش في افضل مستوياته في بطولة الدوري السنة دي بس مع ذلك كان ممكن ياخد الدوري فلا انا حقف عند التحكم بصراحة انا حقف عند التحكم فخلينا كده ايه نوصق الاحداث تعالوا نفتكر مع بعض كم النقاط اللي فقدها النادي الاهلي هذا الموسم بسبب الحكام كم النقاط اللي فقدها النادي الاهلي نبتدي بايه بمطش ودي دجلة في الدور الاول المطش اللي فقدنا فيه ايها سلام عليك اهو ضرب الجزاء واضحة يعني بص مفيش اي اهو جايبه من ايده خد تعال انت راح فين تعال تعال اقع ضرب الجزاء طبعا والحكام ما حسبهاش ادي واحد ادي واحدة اثرت على الاهل نقطتين ايه ضع اول نقطتين تعال على اللي بعدها على اللي بعدها ادي واضحة وكل اللي هعرضه لكم واضح كل اللي هعرضه لكم واضح ادي ادي تاني واحدة الهدف تعقيمة اشرف في مورات البنك الاهلي هدف صحيح مليون في المية هتقول لي يا عم ممكن تكون فاولة مش عرفيه بعض البرامج بعض البرامج اللي بيقدمها بعض الزمالكوية اللي لهم كل التقدير والاحترام لما جابوا حكام اجانب او يعني خبراء تحكيم اجانب عشان يقولوا الكرة دي مش جن اللي مش جن الراجل جيه في البرنامج قالك الكرة جون مليون في المية انتو زي لغتوها انا مستغرب ان جون زي دا يتلغ ادي ادي جون كمان ونقطتين كمان ضاعوا بسبب الاخطاء ايه الفجة من التحكيم تمام ادي رقم اتنين يبقى كده كان نقطة حضراتكم اربع نقاط عد معاي تعالى بقى للماتش اللي بعد دي ايه دي ايه تعالى للماتش اللي بعد ادي ضرب الجزاء دي بضرب الجزاء كمان في مباراة البنك تمام ما تحسبتش حلو هدف الرقم الجزاء فماتش واحد تعالى بقى ايه لبيرمتز الدور الاول تمام نقطتين كمان ضاعوا بسبب ايه اتخلي بقى لك مين كان الحكم من الفلفار طريق مجدي وحط تحت طارق مجدي ميت خط او مليون خط او عد براحتك يعني فالغاء هدف صحيح لوالتر بوالي هدف صحيح مليون في المية مليون في المية اتلغى ادي واحد وضرب الجزاء لمحمد شريف اهي احنا بس بنوصق الوضع بنوصق اللي حصل يا جماعة للتوصيق فقط وليس تقليلا من فوز نادي الزمال في حالة تحقيق اللقب بشكل راسم لكن ضرب الجزاء حد يختلف عليها حد يختلف عليها لا ما حدش يختلف عليها يبقى دي نقطتين كمان بقى أنا كم نقطة دلوقت يا جماعة ادي ست نقاط خش على بعد مباراة المحل اللي ادي ضرب الجزاء واضحة مليار في المية لمحمد هاني وشفنا حالات زيها كتير جدا منها تقريبا على ما اتذكر يعني مطش للزمالك مع المحلة ان لم تكن تخني الزاكرة بنفس الحالة دي ما تحسبتش بنفس الحالة دي ما تحسبتش كان حكم السحة مين محمد معروف وساد شعبان كان حكم الفار وكان فيه كارت احمر المفروض ياخدوا مدفع المحلة وما اخدوش وخسرنا المطش ده ادي ثلاث نقاط بقت كم نقطة خسرتهم بسبب الحكام تسعة ايوا كده بص يعني دي دي انظار في طرد عضو او دي طرد مباشر كمان طرد مباشر كمان لعبة خطرة جدا كانت ممكن تبطل محمد شريف كور تعال بقى على المطش اللي بعده مطش الزاكرة او الحالة اللي بعديها راكل الجزاء اهي واضحة بالصورة شايفين الدورية دي اهي لعب الزمالك اعطاك الدفتوح رجله على انكل مين رامي ربيعة ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس كانت تفرق برضه مع الاهلي والمطش ده الاهلي تعادل فيه واحد واحد واده نقطتين كمان راه بينه كان نقطة 11 نقطة اللي بعده اللي اسماعيلي ضرب الجزاء اهي ايه محمد الحنف خلي بالك محمد الحنف كان حاكم ساحة انا بقول لك كده بس اشتخوا بالك في اللي جاي ماشي ومحمد عاشور كان حاكم فور ضرب الجزاء واضحة الاهلي ما تحسبتش ادي نقطتين كمان راح كده كان نقطة راح وصلنا الـ 11 بينا 13 لكن ما انا حاجيلك بقى في الحتة دي ضربة الجزاء بتاعت الاهلي لان انا عايز اتكلم على المعايير بس نخلص الحالات كلها ونروح للمعايير تعال بقى في المطش اللي بعده اللي هو المطش القابل الاخير لنادي الاهلي اللي هو الهدف والخطأ التحكيم الكارسي هدف وضح وضوح الشمس كرة جون جوا جون جوا جون ياسر ابراهيم ما تحسبتش واللي يغيزك بقى ايه اللي يغيزك ايه ان محدش كلف خطره ان هو يبص على الحالة في الفار لكن لو حاجي على الاهلي نقعد فيها السبع وتمن داقيق وعشر داقيق وممكن نخلص الشوت الاول كله بنرجع الحالة يمكن يا رب تطلع عضرب الجزاء على الاهلي يمكن او تطلع هدف على الاهلي يمكن اي حاجة ضد الاهلي خد فيها وقت لكن لصالح الاهلي هم خمس عشر سواني بالكتير مش جون مع ان هي حالة تستحق المراجعة مرة واثنين وعشرة لان هي جوا جون هي هدف صحيح مليون في المية كان الحاكم امراهيم نور الدين وإيه والفار كان محمود باسيون كده بحنا فقدنا خمس عشر نقطة خمس عشر نقطة كانت كافيلة بحسم النادي الاهلي بتوتي الدور بشكل مبكر صح ولا لا مش بقلل برضو من اي انجاز لأي نادي تاني برضو عشان كان ما بقى واضح ناس وقاعية ومنطقية جدا تمام قادي فيما تعلق وتحكيم لكن تعال بقى انبرح ازدار بالجزاء للزمالك بغض النظر هي صحيحة ولا خطئة انا بتكلم عن المعيار اللي من خلاله اللي من خلاله بتاخد قرارك ضرب الجزاء لنادي الزمالك اتحسبت في مبارات سيراميكا للأسف ما عنديش الحق عشان اجيبها لحضراتكم في مبارات سيراميكا هي هي نسخة تبقي الاصل اللي ما شافش مبارات كأنك شفت كرة أجاية في مطش الاسماعيل اللي ما تحسبتش هي بالضبط قادي كرة أجاية اهي انبرح لنادي الزمالك هي هي وكرة لعبت والولد اعتقد زيزو اللي كان في اللعبة اتعرقل ورجع للفار وقعدوا في الفار بقى كام دقيقة اعتقد وصلوا للست سبعة دقيقة مستريح مش بشكك في حد أنا بقوله وقائع مش بتهكم على حد أنا بقوله وقائع حلو حلو هي هي الكرة ليه تحسبت هنا وما تحسبتش هنا يعني اش معنى اش معنى ايه الفرق ما هو المعيار واحد المعيار واحد كمين حكم الفيديو في مطش الزمالك كمين يا جماعة طريق مجدي ها هو هو طريق مجدي اللي لغى على النادي الأهلي هدف وهو في الفار ها هدف في مباراة البنك وايضا ضرب الجزاء او في مراد بيرمتز بالتحديد يعني فأنا فيه ازدواجية في الحقيقة في المعايير واضحة جدا جدا عند الحكام وفيه تعنط انا حاسس ان فيه تعنط مقصود ده غير مقصود دي اما اقدرش تتدخل فيها اما اقدرش تتهم حد فيها اما اقدرش تدخل في النواية خالص انا بخلي بالي كويس جدا من كلام فأنا مستغرب مستغرب قوي قوي اكتر موسم النادي الاهلي ظلم فيه تحكيميا هو موسم ده واللي ادى لهزيمة النادي الاهلي او خسارته اللي هي بطولة الدوري لسه مش بشكل رسمي حتى الان لكن خلاص على عتب فقدان بطولة الدوري لكن الاهلي ما بيخسر دوري بيخسر دوري عشان يكسب ستة سبعة ده اللي احنا متعودين عليه بالنسبة النادي الاهلي انتمنى دايما التوفيق للنادي الاهلي لكن بقى في نفس الوقت اللي يستفز الواحد اللي يستفز الواحد وهو بيان فيه عدم تحمل للمسئولية على الإطلاق مش موجودة المسئولية مش موجودة التفكير مش موجود او الزكاء او فيه زكاء بس خانهم الزكاء خانهم انا بحاول انطقي تعبيراتي والفوظي يعني في الحقيقة لما طلع قالك اتحاد الكرة وبعد مطش طلع الجيش اللي كان فيه هدف واضح وضوح الشمس النادي الاهلي ما تحسبش تلع قالك ايه بص بقى الاستفزاز في ظل الاحترام الذي يلقاه التحكيم المصري يا ريتة يا جماعة تعرضه لنا ايوة كده بص بقى البيان ده اللي هو يعني بقى ايه عارف لما يحد يقولك اتفلق يا رجل اسكو تحسن اسكو تحسن بدأ ما تتكلم في ظل الاحترام الذي يلقاه التحكيم المصري دوليا اربعة قطكم تحكيم في البطولات العربية والافريقية خلال اسبوع واحد يا سلام لا بجد يا ده احنا عندنا حكام جمدين اوي ده احنا عندنا حكام تقال اوي احنا عندنا حكام ما شاء الله عليهم شطرين اوي طب اقامرت ايه ده الناس مش عارفين اللي فيها ده الناس بتفرجوش على الدور المصري اللي بيختاروا الحكام المصريين انا على فكرة برضو برضو ده مش تشكيك في قدرات الحكام المصريين لكن هي امكانياتهم كده هي امكانياتهم كده عندنا حكام واحد او اتنين بالكتير هما الكويسين ابرازهم محمود البنة محدش يقدر يخترف عليه خالص مع انه هو وارد انه هو يغلط لكن في نفس الوقت انا ما شوف انه ده استفزاز لبمور الاهلي لان البيان طلع في توقيت بعد مبارات طلع على الجيش مباشرة اللي كان فيها هدف وضح للنادي الاهلي طب خلاص بلاش يسيغة حتى دي يا راجل حاول تنتص غضب الجماهير يا راجل ما تحسسش ان انت بتقول للجمهور انا متعمد انا متعمد اقول لكم انا كده كويس وانا كده جامد يعني فحاجات غريبة جدا منشوفها بصراحة من الحكام في الدورة المصري وفي الوقت اللي كل الحكام او كل اللي كانت تحكمية في الكارة الافريكية بتحديد الاتحاد الافريكي منشوف تطور ملحوظ في الحكام فيش اخطاء كتيرة زي زمان احنا بنرجع لغريك انه ستطلع لقدام تحكميا واحنا اللي بنرجع لغريك حاجة تحزن حاجة تحزن ان احنا في سنة مستوى التحكيم يبقى في كمة كمة التحكيم الافريكي يعني فدي من ضمن الامور المهمة مش معنى كلامي مش معنى كلامي ان انا بقول ان الحكام هم السبب في هزيمة الاهل تولي الدوري لا هم سبب رئيسي لكن فيه اسباب تاني ممكن يكون عندنا بعض الاخطاء واحنا بنعترف جدا جدا في النادي الاهلي لو عندنا اخطاء عشان نتطور ونصحح من نفسنا او نصلح من نفسنا ونوصل الى الاهداف اللي احنا عايزين ده فيما يتعلق بالجانب التحكيمي وممبراطي الامس ما بين الاهلي ومصر الروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل السنة